الشروط التي يجب توافرها في العاقد وقد اشترط الفقهاء في العاقد شروطا منها أن يكون بالغا عاقلا فلا يجوز بيع الصبي غير المميز أو السفيه أو المجنون والمعتوه ومن في حكمهما وذلك حفظا لأموالهم من الضياع ومنعا من تلاعب التجار بهم لخفة عقولهم وأجاز الحنابلة بيع الصبي غير المميز والسفيه وشراءهما في اليسير من المبيعات تسهيلا على الناس حتى دون إذن وليه أما إذا كانت له قيمة كبيرة فإنه لا يجوز لهما التصرف فيه من البيع أو الشراء ولا حتى بإذن وليهما أما المميز فإنه يجوز له البيع والشراء إطلاقا في اليسير وفي الثمين بإذن وليه أن يكون العاقد مختارا فلا يجوز بيع المكره وشراءه لأن ذلك ينفي إرادته في البيع أو الشراء مما يمنع ترتب آثار العقد على البيع من التملك والتمليك أن يكون العاقد بصيرا فيعلم ما سيجري العقد عليه سواء كان بائعا أو مشتريا حتى تنتفي الجهالة عن السلعة التي ينوي شراءها أو بيعها ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بالمشاهدة وهي متعذرة على الأعمى